أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها رئاسيا ببدء الدراسة الخاصة بسيغة أسعر توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد لافتا إلى أن هناك تكلفات بالتوصع في الزراعة التعاقدية لتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لصيغة رؤية لأسعار توريد المحاصيل الزراعية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين عبر الفيديو كونفرنس وأشار مدبولي إلى ضرورة الاستفادة من الإيجابيات التي تحققت من خلال منظومة توريد القمح للعام الحالي بما يتيح الفرصة لتطبيقها على عدد من المحاصيل الأخرى مع تلافي أي سلبيات تكون قد كشفت أو كشفت عنها التجربة وشدد رئيس الوزراء على أهمية الإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن رؤية الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع المحاصيل الاستراتيجية وكذا أهمية توفير التقاوي الخاصة بها